فيه زواهر كده لما بتحصل في المجتمعات لازم نخلي بنا منها ونقلق وفيه زواهر لما تحصل في المجتمعات لازم نفرح احنا كل الوقت كان عندنا دايماً بنفرح ان الجدعانة ده عنوان للمصريين الجدعانة يعني ما حدش يسيب حد في أزمة ولا حد يسيب حد محتاج إلا ويقف في ظهره ولا حد كمان يسيب حد حد بيعتدي عليه إلا ويقف في ظهره ما زال الكلام ده بنشوفه في بلدنا بنشوفه في الطريق بنشوفه في كل حتة تشوف كده حتى بعض الحاجات بنشوفها بعض الحاجات بنشوفها على السوشيال ميديا إزاي لما حد حاول يدايق حد إزاي الناس كلها وقفت معاه ووقفت في ظهره ده حاجة مهمة جداً وحاجة حلوة خالص هي دي الجدعانة هي دي الأخلاق اللي احنا عايزينها تبقى عندنا بس في بعض الأحيان بتحصل ظواهر بتقلقنا على الجدعانة دي عارفين الجدعانة دي هي الجدعانة اللي هي بتحسسنا بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الشهامة والرجولة بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول مثل المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد وفي مرة تانية يتكلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضاً حسي كده بأنهم جسد واحد ومحد سيقدر يتعرض لهم مجتمعات بتبقى قوية كده بالجدعانة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا المؤمن المؤمن كالبنيان وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تودهم وتراحهم من جل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمة والسه إيه اللي بيخليني بقى أتكلم عن الجدعانة دلوقتي أنا باتكلم عن أهل الجدعانة بنتكلم عن أهل الشجاعة وأهل الشهامة وأهل المحبة في حاجة لازم نخلص عليها ما تتناسبش خالص من أنها تفضل في مجتمعنا حاجة كده بتمشي في المجتمع بتخلينا نقلق الجدعانة بتحسس الناس بالأمان فما ينفعش أن بقى احنا من أهل الجدعانة ومن أهل الشهامة ومن أهل محبة رسول الله وعندنا حد بيمشي في الشارع وهو خايف آه أنا باتكلم عن الموضوع اللي أنتوا قصدينه إحنا لازم نقضي على كافة أشكال التحرش بالبنات في الشارع ليه؟ عشان إحنا ما يتناسبش ده أني بقى فيه مجتمع فيه شهامة ورجولة وجدعانة إحنا مرة فرحنا بعمل فني عشان نتكلم عن أخلاق أهل الجدعانة لما إزاي كانوا بيحموا الناس وكان وقفتهم في الشارع وقفت حماية مش وقف التهديد خلينا أقولكم أن التحرش ده بيشمل كل كلام غير مرغوب فيه وكل فعل ممكن يحسس الإنسان أنه خايف وبيحمل طبع جنسي أو بينتهك الجسد أو بيتعد على خصوصية بن أدم أو على مشاعره كل ده يخلي الشخص مش مرتاح أو حاسس بالتهديد أو حاسس أن المكان مش مكانه أو عنده خوف أو يحاسس أنه مهان أو مروع أو مسائل إيه أو حصل له أي نوع من أنواع الانتهاك وده ما بيوقفش بس عند حد اللمس لكن الكلام ممكن يعمل كده النظرات ممكن تعمل كده خلينا أقولكم حاجة أنا شخصيا من الناس اللي بيحبوا أنهم يصنفوا إذا كنا من نتكلم على الشارع والشرع لازم يبقى فيه أمان ولازم يبقى فيه جدعانا ولازم يبقى فيه شهامة التحرش في الشارع نوع من أنواع البلطاجة أنا بحب كده حب أصنف التحرش في الشارع لأنه بلطاجة وهذه البلطاجة قد تصل أنه يطبق عليها قانون البلطاجة اللي في بعض الأحيان بيطبق عليها قوانين الإنهاب ما ينفعش أن شوارعنا يبقى فيها خوف لازم إيه اللي يحصل لازم يرجع فيها أمان لازم الرجال اللي أنا بشوفهم كتير وما بيظهروش لازم يبقى هما الكتير هما اللي يظهرين وغيرهم ما يكون لهمش مكان إيه اللي بيخلي الناس بتتدخل وتدفع عن شخص لما يكون ضحية ضحية التحرش ده بعض الناس الناس بتتدخل عشان يدفع عن الشخص ده ويحاولوا بقدر الإمكان إنهم يحسوا إنهم في أمان يحسوا إن الشخص ده أنا حللتي نفوس الناس هو حاسس إن إيه إن الشخص ده لما يبقى في أمان البنت دي لما تبقى في أمان أنا أخواتي عايبوا في أمان أنا نفسي عايبوا في أمان أنا كل الناس قريبا هيكونوا في أمان هو ده اللي أصد وحدث النبي فيه كالبنيان يشدوا بعضه بعضا هو ده اللي أصد وحدث النبي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالحمة والسعة بس أنا لقيت لما أشوف ناس للأسف ما يتدخلوش لما يلاقوا حد بيتحرش بيها ليه؟ لأنه بيقولوا إيه؟ بيقولوا أصلي لبسها هو كان السبب بس أنا ما كناش زمان بيقولوا كده ليه طيب؟ عشان الجدعانة والشامة كانت واخدة حقه كنا رجالة وما زلنا رجالة بس الرجولة دي محتاجة كمان نزودها لازم نبقى عارفين أن المجتمع دي له حرمة ليه حرمة يعني إيه؟ محدش تتعدى على أي مرأة في المجتمع لأن التعدي على المرأة ده نوع من أنواع التعدي على المجتمع كله وزي ما أنا قلت لكم أن المرأة زي مراية عايز تشوفوا المجتمع مجتمع فيه رجالة ولا لأ شوفهم في مرأة المرأة وعشان كده لازم نبطل حكاية أن التحرش ده سبب واللبس ما إحنا عندنا ناس كتيرة بيتحرش بيهم وهم في كامل اللبس اللي الناس بيقولوا عليهم وهم ما تحرشوا بيهم عشان اللبس يبقى عشان كده لازم نسأل نفسنا ليه في بعض الأحيان المرأة هي اللي بتضغط على المرأة اللي زيها عشان تسكت وبحجة ما تعليش صوتك على الراجل اللي تحرش بيك أو عبت تكلمي أو حرامت ضيعي مستقبلك مع العلم أن ده ممكن يكون سبب أن البنت ضحية التحرش ما تحكيش حتى لأمها أمها اللي هي في الحقيقة هي خايفة أنها كمان تلومها يبقى ضحية التحرش مجنة عليه من شخص بيحب الفضيحة طب إيه اللي حصل دينا حصل تفشي بعض الأفكار اللي منها فكرة أن المرأة هي السبب زي أنه طريقة لبسها هي السبب مع أن بعض البحث بتقول أن نسبة كبيرة من المتحرش بيهم بيكونوا في كامل لبسه التحرش بياخد بعض الناس كنوع من أنواع اللي انتقام المرأة أنها نزلت لساحة العمل طب إنت نزلتي طب إحنا عن كراهك في النزول فإيه اللي حاصل فيعمل كده عشان يعتبر ده بياخد إيه بياخد حقه من المرأة اللي خدت فرصته في الشغل ويحاول يقلم من فرصته وأن زحمته في قلقه متعيشه أعوذ بالله إيه ده لا في توكل ولا في قيم ولا في يقين من أن رزقك دوات عند الله سبحانه وتعالى فكان لازم يعقبها بإيه بإن هو يخليها تكره أنها تنزل وفيه صور تاني كتير جدا 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 منها عدم مرعاة أن المرأة في المواصلات لابد أن يكون فيها نوع من أنواع اعتبار حالتها يعني الراجل ما فيش مانع أنه يترك مقعده أو مكانه ليها فيما يعملش كده ويسيبها في وسط الزحمة ويخليها يمكن تتعرض للتحارش بحجة إيه أنه مش أنتوا اللي قلتوا عايزين تشتغله هو إحنا بنعمل كده في بعض ليه؟ آه هي عايزة تشتغل لأن هي محتاجة للشغل هي عايزة تشتغل لأن هي إنسانة من حقها أن هي تسعى لرزقها من حقها أن هي تعيش في حياتها في أمان ليه إحنا من ساعدش بعض لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبوا لنفس أنت تحب أن أنت لما تكون محتاج وتنزل الناس تأذيك والناس توجعك والناس تحسسك أن أنت قليل وتحس بالانتهاك ليه كده؟ الكلام ده كمان بيدخل على الخط فيه الطيرات المتشددة ويسندوا فكرة إن إيه؟ إن المرأة هي السبب تسوأ بقى أنت نازل بشنطة لونها كذا أنت والله يلبس كمان لون بيج والشنطة حمرة يا أخي هل ده طريقة صحيحة إن أنت تتعامل مع المظلوم فتنصر الظالم مع المظلوم مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالمرأة وقال استوصب النساء خير فإحنا لازم نفهم إن ده ما ينفعش وده ما يصلحش إحنا لازم بشكل واضح نتجنب الفردانية بقى اللي زودت العيار وخلت الناس ما يدعموش الضحية ويقفوا جنبها عشان إحنا زالتت الفردانية وأنا مالي تحل مشاكلها هي فيتخلى الناس عن بعض فتفضل هي بتواجه التحرش ده لوحدها وكأن هي مش من حقها إن المجتمع كله يجتمع كالجسد الواحد عشان يحمي بدنها ويحيي ويحمي قلبها من كل الناس اللي بيحاولوا يسيوا قوليها يبقى إحنا لازم نفهم ده ولازم نفهم إن الأزة ده مش أزة الوحدة ده أزة للمجتمع كله كمان عندنا الناس مش قال اهتمامهم بالتربية على القيم واحترام كرامة الإنسان وقال لي كمان الاهتمام بإن احنا رب أولادنا عن الرجول الحققية الرجول الحققية إن ما حدش يرضى بإن حد يتظلم خاصة لو كان حد ما بيقدرش يدفع عن نفسه في المواطن دي عدم التنشئة على قيم احترام المرأة وقيم حمايتها هيخلي المجتمع يتوجع كتير أنا مش موافق إن إحنا نعتبر وبقول لكم بكل صراحة أنا مش موافق إن إحنا نعتبر إن المرأة لما أجي أسأل ويحسى كده تقول حضرحك تعرضت لأي نوع من أطعب ما كلنا بيتعرض لده أنا مش موافق لده مش موافق عليه خالص مجتمعنا ما ينفعش فيه ده حضرة النبي لو تعرض عليه الحال ده مش هيكون مبسوط وما ليش دعوة إن حد ييجي يقول لي ما وده بيحصل في الغرب ويحصل في الشرق أنا عارف إن هو بيحصل وأنا مش بتكلم على إن دوت بيحصل في مجتمعنا بس ما قلتش كده لكن أنا عايز مجتمعي يبقى مجتمع منور بأنوار حضرة النبي يبقى مجتمعي في أعلى مكانه إحنا لو رضينا إن مجتمعنا يبقى بكرة زي النهاردة فنحن محرومين محرومين من الرحمة والخير والجمال وعشان كده لازم نخرج من كل السور النمطية اللي بتخلينا نقول إيه ما خلاص بقى وهي بقى تصرف نفسها تفضل بقى الأثر للنفس اللي فيها هي تتصرف فيه بقى فلازم نتوقف عن ده ولازم أنا في بعض الأعمال اللي بتعرض حتى بتوطن للتحارش وبتعتبره نوع من أنواع التعبير عن تقدير جمال المرأة لا 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 خارص ده نوع من أنواع إهانة المرأة وعدم تكرمها وأي حاجة فنية تحصل كده فإحنا مش موافقين عليها نعمل إيه بقى موسيقى